شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية صباح اليوم منتدى المحافظة الجنوبية للتنمية الاستثمارية والذي عقد في نسخته الثالثة تحت شعار نحو مجتمع مستدام وذلك بحضور سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة وسعادة وزير الأشغال وأعضاء مجلسي الشورى والنواب وكبار المسؤولين والمستثمرين من الشركات الكبرى ورواد الأعمال الشباب يهدف المنتدى إلى استعراض المشاريع التنموية الكبرى في نطاق المحافظة وتعزيز الشراكة والتواصل مع القطاع الخاص ولفت أنظر المستثمرين نحو المحافظة كبيئة غصبة للاستثمار بهذه المناسبة أكد معالي وزير الداخلية أن الأمن الذي تنعم به مملكة البحرين بفضل الرعاية الملكية السامية من لدني حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يمثل ركيزة أساسية للمشاريع الاستثمارية والمضي قدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار برنامج عمل الحكومة الموقرة أشار إلى أنه انطلاقا من أن حفظ الأمن وتعزيز الشعور بالطمأنينة من أهم متطلبات الاستثمار فأن مملكة البحرين تعتبر بيئة آمنة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في ظل ما تتمتع به من تشريعات مرنة ومستقرة بما يسهم في تطوير الأليات الداعمة للاقتصاد الوطني من جهته أكد سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية حرص المحافظة على تنفيذ التوجيهات السديدة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بالتواصل الدائم مع الأهالي وتوفير أفضل الخدمات لتحقيق التنمية الشاملة في المحافظة بدعم ومتابعة من سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أوضح أن حضور معالي وزير الداخلية ورعايته لهذا المنتدى هو تأكيد على ما يليه معاليه من اهتمام وحرص على تحقيق المقتصبات الوطنية إذ تستمر المحافظة في تعزيز الشراكة المجتمعية وإقامة سلسلة من المشاريع والمبادرات مضيفا أن المنتدى يشهد مشاركة واسعة من الشركات الاستثمارية ورواد الأعمال انطلاقا من حرص المحافظة على مد جسور التعاون مع الشركات لدعم التنمية والاستثمار وإبراز ركائز عمل المحافظة في الأمن والتواصل والتنمية وأشار سموه أن التكنولوجيا تعتبر محركا أساسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورافدا هاما للتقدم حيث تبنت المحافظة الجنوبية نهج التواصل الدائم مع الأهالي وتبني الخطط الإلكترونية ضمن الحرص على رز احتياجات الأهالي وتقنين أحدث التقنيات للتواصل مع أفراد المجتمع وتلبية احتياجاتهم أكد أن المحافظة الجنوبية تعتبر القطاع الخاص أو تعتبر القطاع الخاص شريكا استراتيجيا في بناء المجتمع وتقدر عاليا ما تقوم به الشركات العقارية من تطويرا للمرافق العامة وإنشاء المشاريع الحيوية لإنعاش الحركة السياحية والاستثمارية في مختلف مناطق المحافظة وعبر سمو المحافظ عن اعتزازه بالإسهامات البارزة لرواد الأعمال البحرانيين وبدورهم الفاعل في دعم الاستثمار في المحافظة لافتا إلى حرص المحافظة واهتمامها بالتواصل الدائم فأبواب المحافظة مفتوحة لاستقبال الأهالي ودعم احتياجاتهم ضمن أولى الأولويات لعمل المحافظة من جهته أشار المهندس يوسف المانع الرئيس التنفيذي لشركة الجنوب للسياحة إلى حرص الشركة على تعريف الحاضرين على خبرتها العملية في مجال التنقل البحري اللوجستي والسياحي لمناطق متعددة من المحافظة الجنوبية والرؤية المستقبلية في سياق المتصل أكدت السيد أحلام جناحي رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرانية أن المنتدى هو علامة مضيئة في مسيرة عمل المحافظة نظير استمرار نجاحه في نسخة الثالثة إلى ذلك تم عرض فيلم قصير حول التنمية الاستثمارية بما يؤكد أن المحافظة الجنوبية وجهة بارزة للأعمال والمشروعات التنموية والحضرية المستدامة ومؤهلة لإقامة مختلف المشاريع المستقبلية عقب ذلك تكريم الجهات المشاركة والشركات الاستثمارية وعدد من رواد الأعمال الشباب بعدها تفضل معالي وزير الداخلية راعي الحفل بافتتاح المعرض المصاحب للمنتدى والذي يضم أبرز المشاريع الريادية والاستثمارية المبتكرة في نطاق المحافظة الجنوبية تحقيقاً للتطلعات الاستثمارية والتنموية الكبيرة المؤملة من المحافظة الجنوبية جاء منتدى التنمية المستدامة بنسخته الثالثة حاملاً شعار نحو مجتمع مستدام ليؤكد على رؤية المحافظة الجادة في تهيئة البيئة التنموية المؤمل بها التي تسهم في مساعدة مختلف المؤسسات المحلية الاستثمارية لتكون جزءاً أصيلاً من عملية النجاح والتميز للمحافظة الجنوبية يعتبر هذا النوع من المنتديات هو تعزيز للشراكة المجتمعية بالطابع الأول ومن ثم تعزيز للمبادرات الاستثمارية للمنطقة الجنوبية حيث أن نحن نأمل لتطوير البنية التحتية وتطوير الاستثمار في المنطقة الجنوبية ركيزة لتطلعات صاحب الجلالة للاستدامة في الاستثمار هذا المنتدى أمانة أعطى الزخم والوضع الطبيعي للمحافظة الجنوبية المحافظة الجنوبية كانت وما تزال وإن شاء الله إلى المستقبل كثير من المشاريع تشهدها هذه المحافظة تنموية، خدمية، رياضية، تربوية وإلى آخر من المشاريع على سبيل المثال آخر مشروع تنبنائه مركز المعارض العالمي مثل هذه المنتديات ترع البحرين في صورة مستدامة سياحية عالية طبعا نشكر معالي وزير الداخلية وسموه المحافظة الجنوبية على هذه المنتدى القيم الأمانة وإحنا كسلطة الشرعية طبعا ندعم مثل هذه المنتديات الاستثمارية وإحنا بدورنا نسعى إلى تطوير وسنة تشريعات لاستقطاب المستثمرين والتجار ونشكر حتى سموه المحافظة على توجيهة وتخصيصة مثل هذه المنتديات في المحافظة الجنوبية خاصة والأمانة على المنتدى السابق شفنا هناك زيارة في عدد التجار والمستثمرين وهذه بادرة طيبة في تطوير الوطن بشكل عام والجنوبية بشكل خاص شراكة واسعة وتفاعل كبير أبداه أفراد ومؤسسات المجتمع الأهلي في المحافظة الجنوبية بحثوا خلال المنتدى سبل تذليل الصعاب والتحديات وأليات الارتقاء العملي بالمشاريع التنموية للمنطقة مؤكدين على ما توفره المحافظة من خدمات وتسهيلات كبيرة لجميع الشركات والمؤسسات العاملة في المحافظة اليوم المنتدى استعرض جهود القطاع الخاص وما يقوم به من دور أيضا قام بإبراز الجهود المبذولة من قبل الجمعيات وشركات ورواد الأعمال في المحافظة الجنوبية أيضا كان للمنتدى دور في تبادل خبرات بين رواد الأعمال وتنمية مهاراتهم من خلال الجلسة اللي بتكون إن شاء الله بعد المنتدى والمحافظة الجنوبية شكلت مثال يحتذى به على هذه الطفرة العقارية الاستثمارية المستدامة فصار في شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام شفنا نجاح باهر على مختلف الأصعدة إن كانت رياضية عندنا حلبة البحرين والمدينة الرياضية اللي بتكون مصاحبة لها عندنا على مدى استقطاب المعارض العالمية في أرض المعارض اللي صارت مثال للمعمار المختلف واستقطاب أكبر المعارض العقارية وأهمها سيتيسكيب طبعا هؤل المؤتدى مهم بالنسبة لنا جدا وخاصة نحو مجتمع مستدوم معناته أنه فيه دعم حكومي قوي لمجتمع الأعمال وخاصة لرائدات الأعمال وسيدات الأعمال نحن تواجدنا هنا دليل أنه فيه تعاون بين المحافظة الجنوبية وجمعية سيدات الأعمال إشادة واسعة حظي بها المنتدى بنسخته الثالثة نظرا لما اجتمل عليه من جلسات وحوارات قيمة تناولت مختلف الموضوعات التي تهم المستثمرين وتسهم في خلق بيئة مستدامة تدعم مسيرة النماء والتقدم التي تشهدها مملكة البحرين نحو مجتمع مستدام شعار ترفعه المحافظة الجنوبية عاليا لهذا المنتدى في نسخته الثالثة طموح كبير وعزيمة عالية للارتقاء بهذه المحافظة إلى مزيد من التنمية المستدامة بمشاركة أهلية ومجتمعية واسعة يحيى العمر لمركز الأخبار تلفزيون البحرين